العواثة ومسا الخير لكل الشباب والصبايا اللي عا بيتابعونا كل ليلة من ثلاث سنين ونص لهلا كلكن عرفتوا وقت اللي طلعنا بحلقة مع الأستاذ ودي عقل لأنه تعرفوا على أثير القرانج مية وخمسة وفمسين ما في تقطيش وما في رقابة مسبقة ورقابة لاحقة وما في الصحافي ما بيقطشوا للضيف وبيخليه يحكي كل شي وعلما أنه التعتيم الإعلامي على كل اللي عم نقوم فيه خاصة فيما يتعلق بالرئيس غداعون أو بالملاحقات والمتابعات اللي عم بتصير بالملفات الجرائم المالية إن كان بأوروبا ولا بلبنان الإعلام المأجور اللي من شرم رياض سلامة وأتباعه ومن نجيب مئاتي وأتباعه عم بيعتم على كل هيد المواضيع وعم بيحاولوا قدما فيهم يسكروا على هيدا الملف الضخم لأنه أصلا المنظومة هرهرية كلها سوا وهي عملية وقت لحتى تنتهي كليا وخاصة أنه عم نتابع ببلاد الانتشار وبالدول المعنية بالملفات بملفات فتح الجرائم المالية ومعائبة ومحاسبة كل هذه المنظومة اللي هن الدول المجتمع الدولي اللي خلقها سنت 92 واللي بتعرفوا كل عمرهم الدول الأجنبية بيخلقوا الشخص بيكبروا بيرجعوا بيدبوس إبري بيفختوه وبينفسوه على آخر فشفتوا اليوم إن كان من عقايس ولا خرات ولا جرمانوس ولا المؤسسات الإعلامية عم بيشعفوا من هالحلقة اللي عملت مع الأستاذ ودي عقل اللي كان فيها كل الأشياء المخفية اللي ممنوع تنعرض على الإعلام المأجور بلبنان تنعرض عندي على الأسير المئة وخمس وخمسين بالتالي صار فيه عالم عم تتفاعل مع هيدا الموضوع وعم بيتواصل معنا كميات كبيرة من الناس ألاف الناس من وقت الحلقة من أول المبارح لهلق لأنه عم يكشفوا الحقيقة وبالتالي نحنا ما منحكي غير الحقيقة ونحنا ما منقول غير الإشياء بالعلن وبكل صراحة وبكل شفافية ومن دون أي زورة به عقيس مشي مع دعوتنا ومع دعوة الأستاذ وديه بأنه تفضلوا كل الأحزاب ومن ضمنهم حزب سمير جعجة لحتى نقدم إخباراته دعاوي بيشملوا وبتعرفوا كي بصيروا بدون يتمرقوا يعني مع أنه يعني ما في أسهل منه يروح عقيس وكل نواب سمير جعجة يروحوا يدعوا على القضاء على وزارة الطاقة وعلى غير وزارة الطاقة وأصلا ما نحنا اللي عاملين قانون التديق الجنائي اللي عمل جميع المحاولات جورج عدوين رئيس لجنة الإدارة والعدل اللي حتى يعرقل إن كان مشروع قانون رفع السرية المصرفية اللي لو لانا لولا تكتل لبنان القوي ما أقر بمجلس النواب ولا إن كان بالقانون التديق الجنائي مشروع قانون التديق قبل ما يصير قانون أمر واقع كمان كانوا عم بيعرقلوه فتفضلوا روحوا قدموا والقضاء كان معكم كل الوقت وبعدوا لهلأ معكم على هيد السيرة أكيد عم نحكي بهيدا الموضوع لحتى بس نفرجيكم قداش الحقيقة بتوجع يعني هود الجماعة موجوعين من الحقيقة اللي عم نطلقها عبر هيدا الأثير مشان هيك عم بيحاولوا إن كان بالدعاوة ولا إن كان بكل جميع عمليات القرصنة أو الاحتيال اللي بدكن لحتى يوقفوا هيدا الصوت ويوقفوا هيدا الأثير ويوقفوا يطلع ضيوف مثل ودي عقل ومثل هالشباب والصبايا اللي عم بيحكوا الحقيقة مباشرة وخاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الفساد فما رح تثبط معهم لأنه كلهم مهارهرين والعملية عملية وقت على كل حال اليوم يعني أنا صر لي من زمين مش بس من ثلاث سنين ونص من وقت ما طلع طلعوا من وقت ما نبيه بري فؤاد السانيورة وصاد الحريرة طلعوا سمير جعجع من الحبس بيعفوا عام طلعوا مش كرمال يعني لأنه هن بيحبوه أو لأنه هو بري طلعوا لحتى يحط العصي بالدوليب فخامة الجبل وقت اللي رجع على الوطن بالألفين وخمسة بقاير اليوم بيطلع يعني عن جد الوقاحة بتوصل لدرجة أنه القاتل بيطلع بيصلي عن روح اللي قتلون وبيعملون شهدائه يعني مثلا مثل قديس لوات لبنانية السنوية طيب ما تسعين بالمية من الشهداء اللي عبيعملون قداس ما القوات اللبنانية قتلتهم يعني التسعمائة شاب اللي انقتلوا على أيام إليح بايقه كرمال يسقط الاتفاق السلاسي سامير جعجع اللي بعضهم محافظ على صلاحية أسسية لرئيس الجمهورية ويعني هو روحهم بيعملون قداس شهداء كرمال ومثل هلأ عبيعمل الذي صدر بحقه أحكام عن المجلس العدلي بقتل داني شمعونه عائلته ما بنا نذكر بكنيسة سيدة النجاة تبعيد زحلة اللي ما بيجيب سيرطة برشيد كرامي بكل العمليات لقاتل اللي عملها بيطلع بيحكي بيحتفل بذكرة أليمة وموجعة اللي هي تفجير سيدة النجاة بيجوني لك تخيلوا بيطلع بكل عين وقحة مثل ما بيعمل شو هده القوات الديس شو هده القوات اللي تسعين بالمئة مقتولين بقوامر منه مش لا من حركة أمل ولا من الفلسطينية ولا من حدا وبيطلع بيحكي عن سيدة النجاة قال شو بيقول سامير جعجا اليوم معلاش أنا معم بفتح جراح والسر بس ما فيك تستغبي ناسك وتستغبي العالم وتعمل حالك اديس وأصلا لا بتتجرق تحكي على نبيه بري ولا بتتجرق تحكي على وليد جمبلات ولا بتتجرق تحكي على نجيب مئاتي بس بتحكي بتصوب على المسيحيين لأنه هيدا دورك وبتصوب على الطيار الوطني الحر وعلى جبران بسيل وعلى العماد مش هلعون فخمت الجبر طالع تحكي وتضحك على العالم خيأ أنا صار لي قطر من ثلاث سنين بيقول لك بدك تبرهن بيطلع بيقول اليوم سمعوا هالنه نهفي طبعيته علاش أنا حتى بنقول الحرفية لأمور وما توخزونا هيدا يعني ما بقى بنا نحكي بهيدا الموضوع ولكن ما بقى فيه حدا يطلع لأنه مستوطل حيط خلالها ثلاث سنين واربع سنين مين ما ارتكب المعصيات في لبنان بيهجموا بس على الطيار الوطني الحر بيقول سأثبت بالأرقام والدلائل من فجر كنيسة سيدة النجاة وسأثبت بالأرقام والدلائل من قطل فلان ومن قطل فلان هيدا عن الأحكام لكا سمير هيدا الكذب ما بقى يمرو على حدا صر لي من سنة الالفان وخمسة بقى لك فيه مادة لأنون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية بتقول يستطيع كل من يتظلم أو اكتشف أنه هو مظلوم ولكن حكم بحيالة حكم أكان جينية أو جنحة أن يقدم طلب إعادة المحاكمة عندما من أحد الشروط عندما يتم اكتشاف مستند يؤدي إلى تبريئته كان مجهولا أثناء المحاكمة وعلم به بعد انتهاء المحاكمة وعندك مهلي سنة من تاريخ اكتشاف هذا المستند بالتبريئة يعني بقضية قتل داني شمعون وعائلته بقضية قتل رشيد كرامي بقضية تفجير كنيسة سيد النجاة بزحلة اللي ما بيتجرع كلنا بنعرف المطران حداد قال له ولو يا صمير روحتنا يعني مهم؟ بموضوع السيدة النجاة بجوني يلي برق شخصيا منه هو ولكن لم يبرق حزب القوات اللبنانية طبعه لأنه حزب القوات اللبنانية ما قبله غير حزب القوات اللبنانية اللي هو صادره فهيدا بفيك بمجرد هذه المادة بتنص على الشرط لتقديم طلب إعادة المحاكمة فيك تقدم طلب إعادة المحاكمة وقلتلك من 18 سنة أنت لن تجرؤ على تقديم طلب إعادة المحاكمة لأنك بتعرف ضمنا وبقلبك وبنيتك وبنفسيتك أنك أنت اللي نفذت هذه الجرائم اللي صدرت أحكام بحقك فيها وبالتالي إذا بدك تقدم طلب إعادة المحاكمة بدك ترجع تتحاكم أنت مع أنه براهيم النجار اللي هو منتصب إلى القوات ليعمل وزير عدل لم تتجرأ بوليته لما كان وزير عدل أنك تقدم طلب إعادة المحاكمة لأنك عارف بدك ترجع تطلع الأحكام هي ذاتها ولكن لأنه قانون أصول محاكمة جزائية بيقول على من يتقدم بطلب إعادة المحاكمة إذا ثبت بده يرجع ينفذ الأحكام يعني بيطير قانون العفو العام فبالتالي هيدا الكذب على الناس ما بقى يمروا بدك تثبت بالأرقام منفجر كنيسة سيد النجاة شو ناطر صار لك من 2005 مضهرينك من الحبس شو ناطر بعدك مرأة 18 سنة شو ناطر تفضل إذا عندك الجرأة وعم قلك إياها من هون وبعرف كل نوابك عاب يسمعوني تفضل يقدمولك محاميك ونوابك المحامين وجورج عدوان أو خيو بما أنه محامة روح تفضل يقدمولك طلب إعادة محاكمة هلأ مبارح قبل اليوم واليوم قبل بكرة وبكرة قبل بعد بكرة هل يتجرأ ما زال أنتو حاملين شعار حيث لا يجرؤ الآخرون هل يتجرأ سمير جعجع أن يتقدم بطلب إعادة محاكمة على أساس هو عنده الإثباتات يكشف هذه الإثباتات ليبرق حاله لأنه إخيه إذا واحد بريء ما علي؟ إذا واحد بريء شو بيعمل؟ طالما القانون بيسمح له أنه يقدم طلب إعادة محاكمة هو القانون بيسمح له إذا بريء يا خيو عم تقول أنه هيدا القضاء السوري القضاء العبدومي القضاء السوري من أشهر القضاء بالعالم من أشهر القضاء بالعالم من أشهر القضاء بالعالم من أشهر القضاء بالعالم تفضل قرم طلب إعادة محاكمة وسبت برأتك عاش تكذب على العالم لكنه لن يتجرأ على القيام بهذا الموضوع لأنه سيحاكم مرة ثانية وهالمرة سيحاكم على تفجير سيدة الكنيسة النجاة بيجوني اللي هلأ عم بيطلع مثل الزئب الذي يرتدي ثوب الحمل ويطلع ويرشح الزيت منه لك خلاص استحي على حالك بقى واستحيوا كلكن يا أمر الحرب ويا أمر الميليشيات اللي عملتوا مجازر دم ورحتوا عفيتوا عن حالكن برقبتكن 200 ألف شهيد لحرب عباسية عملتوا شي بحجة الصلاحيات شي بحجة الحرمان شي بحجة الدفاع عن الصلاحيات وشي بحجة هيدا من بعد مقصة الفلسطينية يعني مع أنه مع أنه ما انتسبب في عمليات انتشار الأسلحة عند الفلسطينيين والمخيات الفلسطينية هن المسؤولين اللبنانيين اللي قاعدوا تاجروا بالقضية الفلسطينية حتى يعملوا إثراء غير مشروع متل ما هلأ من 92 عم بيثروا بطريقة غير مشروعة كل هذه هود الأمراء الحرب الوسخين الجزارين يلي عفوا عن حالهم وبعده 70% من الشعب اللبناني ساكت أرعا ما بيحترم حاله لأنه بروح بينتخبهم كل أربع سنين بالانتخابات النيابية وعرفهم جزارين وعرفهم أمره حرب وعرفهم كانوا شركة بالحرب يتاجروا بالمخدرات القوات اللبنانية وحركة أمل والحزب الاشتراكي كلهم بالنهار بيتفقوا مع بعضهم كي بدوا يمرقوها وبس بدهم يمرقوا زعراناتهم بيولعوها على المحاور وعلى الجبهات وبيطولوا قد ما فيهم أمد الحرب وبحجة الصلاحيات وبحجة الحرمان لحتى يخلوا الناس لمعطرة والناس الغلم والناس اللي راسرتش تصدق هاودي انه هن حمينهم ياللي سرق لبنان من سنة اتنين والسعين متأملين منه يا شعب يا ساكت يا شعب خمول يا شعب متخلف عم بحكة عن السبعين بالمية مش كلهم لأنه من السبعين من المية بالمية فيه تلاتين بالمية هن نبراس للحق وهن اللي بيدافعوا وهن اللي بيكلوها بكل المراحل لأنهم عم بيدافعوا عن حالهم وعم بيردوا حقوق وعم بيردوا حقوق الناس اللي ما عم بتتحرك هاودي أمرا حرب هدموا لبنان دبحوا الناس وسكروا على دماتها وخلوا الأرض بشروشوا تفرخ دم بالتلج عفوا عن حالهم وسرقوا السلطة وسرقوا المال العام وسرقوا أموال الناس وأموال المدعين قال شو؟ هن بدون يعملوا ويزبطوا لن تستكين الأمور وتصلح إلا عند انتهاء هذه المنظومة السياسية وستنتهي قريبا بإذن الله قلنا لكم في عذاب كتير وفي وجعة كتير نحن رح نضل نتعذب ونتوجع كرمالنا وكرمال اللي مع بيقف معنا كرمال اللي كانوا يسبوا ميشيل عون لما عامل رئيس جمهورية لأنه بدون يكافح الفساد كرمال يلي رح يخلوا أصابيعه الندامي لاحئاً من بعد ما يعرفوا انه ميشيل عون كان جاي لحتى يعملنوا وطن لحتى يعملنوا دولة على كل حال جاي بعدك عبتكذب على العالم روح إذا عندك الجرأة وإذا عندك الشرف وإذا عندك كرامة وإذا عندك عزة نفس روح نتحدك تقدم طلب إعادة محاكمة بحسب قانون أصول محاكمات جزئية اللي بتجزلك تقدم طلب بمجرد اكتشاف مستند يؤدي إلى براقتك كان مجهول أثناء المحاكمة وأصبح معلوماً بعد المحاكمة وعندك مهلي سنة من تاريخ هذا الاكتشاف وفيك تركب المدة اللي بدك إياها بتقللون اليوم اكتشفته لو متشفوا من عشرين سنة بتقللون اليوم اكتشفته معك مهلي سنة فضل قدم طلب إعادة محاكمة حاش تكذب على الناس وحاش تكذب على حالك وتعمل حالك قديس وهيدا مش هجوم على الشخص يعني بس هيدا الكذب ما بقى يمرق لأنك أنت متآخي ومتواق متكافل ومتضامن مع نبيه بره ومع وليه جمبلات ومع كل أمراء الحرب اللي خربوا لبنان ورجعوا استلموا لحدا بيكون عامل حرب ومدبح العالم وخطفها على الهوية وعامل الشنايع ومهجر الناس بيسلموا مقدرات الدولة أقول لك أي شعب بالعالم بيقبل بهذا الشيء؟ صلنا من 92 نحن بناكل قتل عنكم كلكم فهروح اتقدم بيطالة بقاعدة محاكمة حاش تكذب على العالم والله يعني بشوم عليك وعاللي بيصدق وعاللي لاحقك وبيطلع المعقاس اليوم ردا على حلقة وعلى النداء اللي وجهوا لإله خينا وديع انه تفضلوا يا أحزاب ومن ضمنهم حزب سمير جعجا تفضلوا لنقدم إخبارات ودعاوة لحتى تنرفع السرية المصرفية شو بيطلع القاضي عقايس ايه؟ بيطلع بيقول له اه؟ تفضل لحتى نروح نقدم إخبارات على القرد الحسن ونقدم إخبارات على وزارة الطاقة لك يا عقايس انت وكل هذه المنظومة الفاسدة لو قادرين تكشفوا مستند واحد تمسكوه على وزارة الطاقة اللي من سنة ما بنا نديكم تبلشوا من 92 من 92 معروفين لسنة 2010 معروفين كلوا نلهطوا من 2010 وطلعوا تفضلوا روحوا قدموا بدعاوة ضد وزارة الطاقة ما بقى تعملوا قصة شعبية انه عم تمرق على الناس روحوا تقدموا ونحنا منتحديكم متل ما عم بتحدى سمير جعجا يروح يقدم طلب قائعة محاكمة لأنه لن يجرؤ ولن يجرؤ بحياته لأنه عارف انه هو مرتكبون رح يرجع يتحكم بس هايدي الشعبويات بيلفظها اثنين روحوا قدموا عوزراء الطاقة ما أصلا تكتل لبنان القوي عملكم مشروع قانون إنشاء محكمة المالية خاصة للمحاكمة على الجرائم المالية ولم يتجرأ رئيس لجلد الإدارة والعدل لإسمه جورج عدوان إلا ما ضبوا بالجرور قانون السرية المصرفية أدي أعمل لو فكات رئيس لجلد الإدارة والعدل لحتى ما يمرقوا بالصيغة اللي طرحها الوزير جبران بسيل وتكتل لبنان القوي قال شو بحدد السرية المصرفية ع السنة ليه فزعانين القانون اللي صدر بقول كل رؤسة مجلس الإدارات وكل الوزراء والنواب ورؤسة الجمهورية تنكشف سرية المصرفية تبعيتهم فالرئيس غدا عن ع بتطبق القانون بهذا الموضوع اللي صدر سنة 2021 أو 2022 فتفضل روحوا قدموا بوزراء الطاقة بأول شيء ونحن منتحدك ونروحوا تفضلوا اثنين طعوا تفضلوا القرد الحسن روحوا عن نيابة العامة التميزية بعدين القرد الحسن معلش؟ معلش؟ مش دفاعا لا عنه ولا عن غيره القرد الحسن مؤسسة القرد الحسن هي مؤسسة أخذت العلم أول شيء بلشت تشتغل سنة 83 هيدا ما بيعرف لحتى نعرفه لأنه أنا عندي كل المعلومات بهذا الطبقة اللي بشغلها لمصلحة لبنان مش لمصالح شخصية سنة 83 بعد الاشتياح الإسرائيلي أنشئت هذه الجمعية اللي اسمها مؤسس قرد الحسن من أجل تعزيت الناس اللي تهدمت بيوتها وإعادة أعمارها بطريقات الطريقة التبرعات سنة 87 أخذت العلم والخبر من وزارة الداخلية يلي كان تابع لأمين جميل وقت كان رئيس جمهورية فما حدا يبيعنا ويكدحك على العالم بهذا الموضوع بال87 أخذت مرخصة جمعية مؤسسة القرد الحسن مرخصة من الدولة اللبنانية بتوقيع من وزير الداخلية اللي كان تابع للرئيس أمين جميل بيه ضمن وليته الرئاسية ما حدا يضحك عليكم بقى رجعت بعدها مستمرة من وقتها وما حدا وما حدا قرب لحتى يسكرها فخلص بيكفي كذب أما الخبريات طبعية مجمرة حكيناك يا عمي تفضلوا قدموا دعوة على العماد عون راحوا كم محامي يعملوا شو؟ الجمع وحالهم راحوا عملوا إخبار عند الرئيس غدا عون راحوا قدموا مثل ما قلتكن عن نياب العامة التميزية ما هاو دي المحامين أتمنى على نجلة المحامين بالتيار وطن الحر يعملوا شغله مثل ما لازم هاو دي المحامين بتدعوا يعليهم باختلاق جرائم ليش؟ لأنه الرئيس ميشيل عون لما رجع على لبنان رفع دعوة بموضوع هاو دي المصاري اللي حكي عنهم بوجامرة يلي بزق بالصحن لأنه ابنه من عمل وزير سمت 2008 لأنه حصة الأرثوديكس لم تكن كتة الأرثوديكس لم تكن بيد العماد عون بل كانت بإيد الرئيس ميشيل سليمان لها السبب ما كان قادر على الكتة الأرثوديكسية كان معه الكتة المارونية والد كاتوليكية فقلب عليه هاو المصريات اللي حكي عنه بوجامرة رفع دعوة جنيرال عون وصدت الـ 2012 ضد مين ضد الياس الهريوي بس مات ضد ورسته لأنه هو عمل الكتاب اللي قال أنه سرق الخمسة عشر مليون مدرشوه حولهم يا عيب الشوم راحوا هاو المحامين وعارفين أنه في حكم طلع بتبرئة العماد عون وبالقدح والزم واختلاق الجرائم والافتراء بحق الياس الهريوي والورثي طب أقوله ما منيلكوا روحوا قدموا طيب طلع هذا الحكم هلأ كمان شعبيا بس لحتى يقوصوا على العماد عون وعلى طيار الوطن الحر لأنه فائعن هالكن لأنه ما عم يسكت عن مكافحة الفساد أنا بتمنى على لجنة المحامين بتيار وطن الحر أن تتقدم بدعوة ضد هؤلاء المحامين بجرائم اختلاق الجرائم بالرغم من صدور حكم بالدعوة اللي مقدمها العماد عون هلأدي هلأدي حقه بليز يعني جبرتوني احكي عن بوجامرة أنا كنت مستشار القانوني والإعلامي من سنة 2008 للسنة 2010 وقت كان نايف رئيس مجلس الوزراء وبعرف أكتر من حدا حي الله حدا فإذا ما بقفي وكله لازم ما حدا بقى يستوطي حادكم أبدا وكل واحد بيحكي كلمة بالسوق بتشبقه دعوة بتتحرك الدعوة متحرك شبقه دعوة لأنه نحنا الوحيدين اللي منحكي ومنفعل نحنا الوحيدين اللي منقول هيدا المستند ومنتهم هيدا الشخص بهيدا المستند هالقدي سعره فإذا هيدا كان الفيديو اليوم وبس معلومة إذا فيه فيه تحرك قضاء أوروبي مهمة كتير وفيه إدعاءات مهمة كتير راح تصير بهالكم يوم الإدمين وجولتنا كرميل نظهر هيدا الموضوع لحتى تصير حقيقة واقعة ويبلش الرص القضائي لأنه هذه المنظومة ما بقى وقفة على إجراء صدقونا إن كان مئاته يلي عليه ملف فلا جديد عليه ملف طوله بيجي طوله لا نجيب مئاته على كل حال راح نظل نحكي بهذه الأمور ونودى كل هذه المعلومات والحقيقة نحكيها قدام الناس لأنه الظاهر عن جدع بين وجهه والدليل بس السادس وديعال هو اللي قدم ملف الفساد على القضي السابق بيتر جيرمانو بس كرميل هولي الأشياء لأنه الحلقة معه أخذت مجالة وصار كل الأحزاب عم تتداولها فهيدا صوت بيوجع أورانج مية وخمسة وخمسين ده لكم متذكرينه اللي هو يطلع من ثلاث سنين ونص وبيقول معك لآخر نفس ومنقلك مثل كل آخر فيديو نحنا معك لآخر نفس بشوفكم بكرة بساعة تسعة ونص بتوقيت الجبل مجددا مع معطيات جديدة ومع ردود لن نسمح بأي أحد أن يتخطى سقف الأخلاق واللياقة وبالتخطب معنا من يوم وطالع أنت عاوني يعني أنت لبناني حقيقي غير هايك شو بدكن بها الحكي كله سوا منشوفكم بكرة ساعة تسعة ونص بتوقيت الجبل تصبحوا على ألف خير موسيقى موسيقى